اشتركوا في القناة ولسه مش عايف ظروفي المرحلة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الاسئلة او الرد على الاسئلة انا كنت من 5-6 ايام فاتوا عملت على المنتدى بتاع القناة بوست قلت فيه اي حد عنده سؤال يكتبهولي في التعليقات تحت السورة وحرد عليكم ان شاء الله في فيديو مجمع فاحنا هندخل سريعا عشان قطب فيها اسئلة عايزة كلام عشان بس ما طولش عليكم هنتكلم كده في البداية ونقول فيه واحد بيسأل بيقول قدي فيتامينات للحمام اثناء التحصين وهل وضع البيض على الجيب الماضفي يبوزه اول حاجة ما فيش حاجة اسمها تدي فيتامينات اثناء التحصين وانت بتحصن انت بتدي الفيتامينات او بتدي بافع مناعة قبل التحصين بثلاث ايام وبعد التحصين بثلاث ايام اما في فترة التحصين او اليوم بتاع التحصين ما بتديش فيه اي نوع من انواع الفيتامينات بنت عشان هتحصن الحمام بتاعك اول حاجة قبلها بثلاث ايام تدي بافع للمناعة وليس فيتامينات احنا عاوزين حاجة منشطة للمناعة مقوي للمناعة بعد ثلاث ايام تدي يوم التحصين وبعدها بيوم تدي كمان ثلاث ايام منشط للمناعة بس كده البيض هل وضع البيض على الجيب المطفي بيبوزه بصباحة انا ما جربتش الموضوع عشان خاطب مش اعاوز افتي كتير ولكن التحديق اللي احنا بنحطه للحمام بيكون فيه جير مطفي وفيه حاجات يعني مواد تانية كتير جدا فبصراحة الموضوع مش معتقدش ان هو يبوز البيض تمام لان احنا موادت التحديق بتاعتنا بيكون فيها جير مطفي وبيكون فيها فحم وبيكون فيها حاجات تانية كتير جدا اتكلم عن طرق تسويق الحمام ازاي لو عندي انتاج اعرف ابيعه فيه فيديو مفصل وفيه كذا فيديو مش فيديو واحد مفصل عندي على القناة موجود فيه الرد على سؤال حضرتك اللي هو تسويق الحمام ازاي تسويق الحمام جوه مصف وفي السعودية كمان الحمام عندي سايب في قوضة طوب والعشوش اللي بيبيت فيها في الارض شفت سوس في الارض نظفت القوضة ورشت فينيك بالبخاخ الدكتور البطري قال لي ان اي حاجة لها ريحة غلط على الحمام طيب اطهر المكان بايه اولا الفينيك مش حيموت السوس في فيديو برضو موجود على القناة عن الحشرات موجود برضو الكلام ده على الموقع بتاعنا www.abewaheed.com هتدخله عليه هتلاقوا فيديو للحشرات ده اسمه اكتوماسرين خمسة في المية بطري ديت علبة دوى بطري اسمها اكتوماسرين خمسة في المية هتشتبيها من اي صدرية بطرية تسحب بيها اتنين سنتي او تلاتة سنتي بالسرنجة العادية وتحطها في البخاخة بتاعت المية وتزود باقي البخاخة مية وتبخ الارضية بعد الكنس كويس جدا هتيضيلك على اي نوع من انواع الحشرات ومش بيطلع ريحة قوية جدا ولا ريحة نرفازة وفي نفس الوقت كمان لو عايز ترش الحمام نفسه امسك فرد الحمام ورشه بالبخاخة تحت الجناحات كده وبتاع لو في اي نوع من انواع السوس او اي حشرات جوه الحمام نفسه في الريش بتاع الحمام نفسه هتتمنع عندي فرد حمام الزرق بتاعه لونه اسود كده ويسهال شوية وريحة فمه وحشة بس ما فيهوش تجبونات او حاجة من دي ده كده عفونا في المعدة اكل زبل ولا حاجة وعملت له عفونا العلاج بتاعه 3 ايام فلاجيل شراب بشري 1 سنطي في الفم مباشر او 2 سنطي على لتر مية وانا بفضل الفلاجيل تدي مباشر لان الفلاجيل المادة بتاعته ما بتتفاعلش مع المية سؤال تاني بيقول ما فيش مرجع معين او كتاب فيه كل فنيات تربيت الحمام بحس يكون مرجع للجميع بص هو الكلام ده طبعا مش هتلاقيه موجود ولكن المرجع للجميع هي قنوات في اليوتيوب والناس بتوعي الحمام اللي بتكلمه على اليوتيوب وعلى القنوات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الالكترونية كمان يعني انا من فترة بسيطة جدا عملت موقع الالكتروني بحاول الام فيه كل حاجة تخص تربيت الحمام ككتابة اسمه www.abohid.com هيطلع لك دلوقتي هنا ده الويب سايت الرسمي بتاع القناة عندي هتلاقي فيه كلام كتير طبعا انا مش بشتغل عليه كتير بس ان شاء الله ناوي ان انا الخص فيه كل حاجة تخص الحمام وتكون متقسمة في شكل كويس وتكون ده مرجع للناس اللي هي مش ما عنداش يعني ما عنداش وقت فراغ انها تدخل تتفرج على قناة على اليوتيوب او على فيديو على اليوتيوب ممكن ندخل على الويب سايت ياخد اللي هو عاوزه وهتلاقي كل الفيديوهات موجودة برضو متوسقة في المقالة وهتلاقي مقالات كتير جدا عليها فانت هو ده المرجع بالنسبة لك اما كتب كتب كده مفيش الكلام ده ممكن يكون فيه الله واعلم برضو بس انا ما دورتش يعني ما لقيتش فيه حد عمل ملخص كامل ككتاب لتربية الحمام لان تربية الحمام بترجع من شخص لشخص تربية الحمام وعلاجات الحمام كتير جدا وبيكون كل واحد له طريقة معينة في التعامل مع الحمام فصعب انه يلخص لك كل حاجة فانت ممكن تاخد او تحب شخص ما تتبعه وتتبع اسلوبه وانظامه الغذائي وانظامه مع الحمام وبس على كده بيكون ده هو المرجع ليك عندي حمام زغليل اكلت اكلت حبوب طاقة جاله اسهال هل يوجد سن معين للحمام علشان يأكل حبوب الطاقة ده السؤال بقام واحد وايه هي مواعيد تقدمها كل اسبوع وكميتها المزبوطة قد ايه وشكرا المقدمة اولا مفيش حاجة اسمها زغليل تديها حبوب طاقة او تديها هيسلينيوم اللي هو المخصب بتاع الزكور اي جماعة دي زغليل يعني اطفال ماينفحش تاخد طفل هل يعقل يعني هل يعقل ان طفل تجيبه بعالش في اللفظ تديله حباية بتاعت فياجبها مثلا او اي نوع جده ماينفعش هيا نفس الفكرة للزغليل حبوب الطاقة ده منشط جنسي او مخصب للذكورة تديه للحمام اللي هو على وش شغل اللي هو خلاص وقع ريشه وستفريشه وخلاص تمام التمام وجاهز للشغل او تديه للحمام الشراء ده بقام واحد يبقى كده الزغليل اه غلط طبعا لازم يجي له ويسهاله ولازم يتعب ولازم يحصل له مشاكل لان هو ما بينفعش تدي للزغليل حبوب طاقة تسده الحبوب طاقة عشان قطر ايه احنا بندى حبوب الطاقة للحمام الكبير عشان قطر يساعده على الانتاج فاهمتني؟ ده الفكرة بس وايه هي مواعيد تقدمها؟ مواعيد تقدمها ممكن مع التحديق ممكن تحط حبوب الطاقة ده مع التحديق باستمرار في قلب السلاكة في قلب الطاجن لو انت عايز تحطها في طبق لوحده او فخارة لوحدها كده ممكن مراتين في الاسبوع وتشيلها بس تحط الحد ما ياكل عادي خلاص مع الاكل العادي يومين في الاسبوع طول النهار وخلاص على كده انا عندي مضاد سموم وغسول كلوي ومنشط للكبد كل واحد في عبوة لوحده هل ممكن احطهم التلاتة في عبوة واحدة على العلم انا باستخدمهم كلهم مع بعض مفيش مشكلة انك انت تستخدمهم كلهم مع بعض في نفس الوقت ولكن ممكن يكون في مشاكل انك انت تحط المضاد السموم على الغسول الكلوي على منشط الكبد كله في ازازها واحدة وبعد كاتب بتفضي منه للحمام اما ممكن انك انت تخلي كل حاجة لوحدها زي ما انت ماشي كده ولما يجي وقت الاعطاء الدواء للحمام خد الكمية اللي انت متعود عليها وحطها للحمام واحدة بس عشان الادوية ممكن تتفاعل مع بعضها واحنا مش عابفين يعني مو ايه اللي يحصل بس طالما انت بتديهم مع بعض وفيش مشكلة خلاص تديهم مع بعض ولكن خلي كل واحد ازازته منفصلة عن التاني علاج الكنكب الداخلي علاج غيب الفلاجي لان الكنكب الداخلي يكون مسحوب دائما بتنفسي القنكب الداخلي او القنكب بصفة عامة او بمعنى صحي مرض القنكب ككل علاجه الاساسي قنكير بلص 40% بطريق ده اقوى علاج لمرض القنكب الداخلي والخارجي وجميع انواع مرض القنكب الفلاجيل ده ما هو الا منظف او غسول للمعدة بينظف المعدة بس بيكون ضعيف للكنكب اما لو انت عايز علاج الكنكب كويس جدا انصحك بكنكير 40% كنكير بلص 40% بطريق ده اقوى علاج لمرض القنكب كده احنا خلصنا اسئلة بتاعتكم كلها انا طبعا تأخرت عليكم في الرد عليها بقى لي 5-6 ايام حاليا ولكن انا كنت يعني منتظر اكبر كمية من الاسئلة بحيث ان انا لما اطلع اعمل فيديو كون فيديو شامل للرد علي الاسئلة ده كلها اه تحت الفيديو ده ان شاء الله اكتبوا لي اسئلتكم التانية وان شاء الله هنزل فيديو تاني بازن الله تعالى يكون في الرد علي الاسئلة برضو نفس اللي احنا عملناه كده نعمله تاني فاستنى اسئلتكم تحت الفيديو ده واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد والسلام عليكم وحتى الله وبركاته